موسيقى أخبر حضر موت لهذا اليوم أهلا بكم مشاهدينا وكالعادة إلى أبرز العنوين محافظ حضر موت يصدر أربعة قرارات ويوجه بتشكيل لجنة لتقييم ومراجعة الوضع القانوني والفني لبعض المشاريع الاستثمارية اللواء البحسني يلتقي وكلاء الوادي والصحراء التوقيع على اتفاقية لإعادة تاهيل عقبة عبدالله غريب واختيار مسار آخر للطريق اجتماع بالمكلة يناقش المعالجات لتوفير السيولة النقدية مدينة الشحر تزف مئة وعشرين عريسا وعروسا ضمن مباهج الزواج الجماعي الخيري موسيقى من الإيجاز إلى التفاصيل أهلا بكم نبدأ هذه النشرة من القرارات التي أصدرها اليوم محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركم فرج سالمين البحسني حيث أصدر محافظ حضر موت القرار رقم مائة وواحد وستين لسنة الفين وسبعة عشر قضى بتكليف صالح علي سعيد العوب ثاني مديرا عاما لمكتب محافظ محافظة حضر موت وأصدر المحافظ البحسني القرار مائة واثنين وستين لسنة الفين وسبعة عشر قضى بتكليف نبيل محمد سعيد بن بوع مديرا لإدارة السكرتارية بمكتب محافظ حضر موت وأصدر المحافظ القرار رقم مائة وثلاثة وستين لسنة الفين وسبعة عشر قضى بتكليف يحيى علي عبد السيد بن محفوظ سكرتيرا صحفيا لمحافظ محافظة حضر موت وأصدر محافظ حضر موت القرار مائة وعربعة وستين لسنة الفين وسبعة عشر قضى بتكليف المهندس خالد صالح علي السعدي مستشارا لمحافظ محافظة حضر موت للشؤون الفنية وقضت المادة الثانية من هذه القرارات العمل بها من تاريخ صدورها وعلى الجهات المعنية وذات العلاقة تنفيذها كما أصدر محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الرقم فرج سالمين البحسني قرارا بتشكيل لجنة لتقييم الوضع القانوني والفني لبعض المشاريع الاستثمارية في المحافظة وذلك لما تغتضيه المصلحة العامة وتكونت اللجنة من التالية أسمائهم المحامي نجيب سعيد خمبش رئيسا الدكتور عبدالله علي باغيمان عضوا ومقررا الدكتور عادل عبدالله المعلم عضوا المحامي يسلم عبدالله بابطين عضوا المحامي خالد سالم باراس عضوا ووجه المحافظ اللجنة المشكلة بعادة النظر وفق النظام والقانون في المشاريع التالية مشروع اللؤلؤة مشروع الجوهرة ومشروع حي الأندلس هذا والتقى المحافظ بالمكلة أعضاء اللجنة التقييم ومراجعة الوضع القانوني والفني للمشاريع الاستثمارية كما التقى محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركم فرج سالمين البحسني بوكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري والوكلاء المساعدين وفي الاجتماع رحب المحافظ البحسني بالوكلاء شاكرا لهم قدومهم وتحملهم معاناة السفر بقرض عرض مشكلات وهموم المواطنين في مدنيات الوادي والصحراء وتمن جهودهم المستمرة رغم شحة الإمكانيات في هذه الظروف العصيبة والصعبة التي يمر بها الوطن ودع المواطنين للتعاون مع السلطات المحلية المحافظ البحسني استمع لشرح مفصل من قبل الوكيل عصام الكثيري والوكلاء المساعدين عن بعض الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها مديريات الوادي والصحراء وخاصة في الجانب الأمني والخدماتي منضحين أن تسع الرقعة الجغرافية وتباعد المناطق في الوادي كان عائقا كبيرا أمام الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى شحة الإمكانيات التي تمتلكها وتطرق الوكلاء في الاجتماع إلى الأضرار التي حصلت لشبكة الكهرباء نتيجة لتغلب الطغس مثنين على جهود الموظفين في المؤسسة العامة للكهرباء في تحسين الخدمة ومن جانب آخر تطرق الاجتماع إلى مشكلة توقف حركة الملاحة الجوية في مطار سيئون الفترة الماضية والأسباب التي أدت إلى ذلك مؤكدين عودة المطار إلى الخدمة يوم الاثنين الفائت بالإضافة إلى موضوع نقص المحروقات في بعض المدن الرئيسية داعين المحافظ إلى التوجيه بزيادة حصة مديريات الوادي والصحراء من المحروقات وفي نهاية الاجتماع أكد اللواء البحثني على اهتمامه بمديريات الوادي والصحراء وتحسين الخدمات فيها داعيا إلى عقد اجتماع خاص بالوكلاء المساعدين في الوادي ومديري الدوائر الحكومية لوضع خطة متكاملة لحل جميع الاشكاليات في الوادي والصحراء بشكل عام ودع المحافظ إلى إشراك المواطنين في العملية الأمنية وتقديم التسهيلات في هذا المجال وعمل الخطط البديلة لتفادي الإخفاقات السابقة كما وقع محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركم فرج سالمين البحثني اليوم على اتفاقية إعادة تأهيل وصيانة عاقبة عبد الله قريم الطريق الرئيسي الذي يربط بين ساحل ووادي حضر موت بتمويل من الشركة اليمنية العربية للإسمنت المحدودة ممثلة بمديرها التنفيذي المهندس وهيب العزم وتنص الاتفاقي على تنفيذ المشروع الخاص بإعادة تأهيل عقبة عبد الله قريم وذلك باختيار مسار آخر حسب الدراسات والتصاميم الفنية والهندسية المعدة لذلك بكلفة إجمالية تبلغ 483 مليون و483 ألف ريال يمني على أن تتحمل السلطة المحلية 75% من التكلفة الإجمالية و25% منحة من الشركة اليوم تم بحمد الله توقيع على اتفاقية منحة وقاض لتمويل مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة عبد الله قريم المشروع يمثل مساهمة مجتمعية كجزء من التي تقوم به الشركة من مساهمة مجتمعية والتي عانت في الأعوام الماضية وهذا العام في قطاع الصحة وقطاع التعليم وأضفنا هذا العام أيضا قطاع الطرقات بدأنا بعقبة عبد الله قريم لما تمثلها من أهمية كبيرة ونظرا لكثرة الحوادث والمشاكل وانقطاع الطرق في الفترة الأخيرة المشروع يبلغ تكلفته أكثر من 500 مليون ريال يمني الشركة مساهمة بمقدار 25% كمنحة و75% كقرض للسلطة المحلية ميسر أحب أن أشكر قيادة الشركة أولا ممثلة بمجلس الإدارة وعلى رأسهم الشيخ المهندس عبد الله أحمد بوغشان الذي تبنى هذه الفكرة وهذا المشروع الذي بدأنا العمل في أعداد الدراسات والتصايم له منذ فترة تقاوزت قرابة العام كاملا إلى يومنا ناقش اجتماع في المكلة برئاسة وكيل أول محافظة حضر موت عمر بن حبريش العلي ناقش الخطط البديلة والمعالجات لتوفير السيولة النقدية في المحافظة وتناول الاجتماع الذي ضم مدير عام مكتب المالية بساحل حضر موت أنور عوض الجعيدي والمسؤولين في المؤسسات الإرادية وفرع البنك المركزي بالمكلة والبنوك التجارية والمصارف تناول المقترحات لتوفير السيولة النقدية وما ينبغي اتخاذه من إجراءات عملية بشأن تحصيل الموارد وتعزيز الأنشطة التجارية وكيل أول حضر موت أكد على أهمية تعاون الجميع في إيجاد آلية واضحة تسهم في توفير السيولة النقدية والعمل على استقرارها بما من شأنه مواجهة مختلف الأنشطة والاستحقاقات المالية للمحافظة مشيدا بالدور الذي أسهم به فرع البنك المركزي وشركتين العمق والبسير للصرافة في توفير السيولة للإنفاء بالالتزام تجاه صرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وقيرها من الأنشطة الأخرى وأشر إلى أن ضرورة تعزيز الثقة المشتركة بين فرع البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية الأخرى والمصارف والأجهزة الإيرادية المختلفة بما يخلق علاقة دائمة تسهم في توفير السيولة واستقرارها أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية أنها بالتعاون مع المواطنين قد تمكنت قوات النخبة في معسكر دوعا من رصد تحركات بعض العناصر من تظيم القاعدة وتمكنت من مدهمة عدة مواقع كانت تأوي هذه العناصر بمدرية الضليعة حيث نفذت العملية النوعية وأسفلت عن إلقاء القبض على ثلاثة من عناصر التنظيم وهم من المطلوبين أمنيا وبحسب البيان في إن المقبوض عليهم أثناء التحقيقات اعترفوا بمشاركتهم في تنفيذ آخر عملية على نقطة بضة التابعة لمعسكر دوعا والمشاركة في أعمال أخرى على ذات المعسكر كما اعترفوا بقيامهم بتوفير المأوى لبقية العناصر الأخرى وسوف يتم بحسب البيان اتخاذ الإجراءات القانونية بما يردع ويفضح القائمين على تلك الأعمال ورصدهم وأكدت قيادة المنطقة العسكرية الثانية مواصلتها لمحاربة الإرهاب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمواجهة عقد مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة حضر مو دورته الخامسة للعام 2016-2017 بلعاست الدكتور هادي الصبان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وبحضور كافة أعضاء المجلس وناقش الاجتماع الجوانب التي تخص قضايا الدراسات العليا والبحث العلمي في مختلف كليات الجامعة ولائحة دعم البحوث العلمية وتعيين مشرفين لعدد من طلاب الماجستير وتشكيل لجان لمناقشة بعض طلاب الدراسات العليا وقيرها من الموضوعات المتفرقة كما قرر الاجتماع التقويم الجامعي الجديد للعام 2017-2018 وإقرار جدول مواعيد القبول والتنسيق للعام الجامعي 2017-2018 في مختلف التخصصات بكليات جامعة حضر موت دشنت بمستشفى دوعا بخيلة بوغشان بمدرية دوعا فعاليات برنامج الطبيب الزائر في تخصصات الجراحة العامة والأوعية الدموية والمناظير وجراحة التجميل برعاية مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حضر موت وتمويل مؤسسة صلة للتنمية فرع دوعا وتنفيذ مستشفى دوعا خيلة بوغشان وتنسيق ملتقى شباب رحاب في حفل افتتاح البرنامج أشاد المدير العام لمدرية دوعا أحمد عمر بامعس ببرنامج الطبيب الزائر الذي سيضيف الكثير وسيخفف من معاناة المواطنين بمديرية دوعا وبمحافظة حضر موت أجمع مشيدا بجهود الجهات الراعية والداعمة والمنفذة والمنسقة وكذا الأطباء المشاركين لإقامة هذا البرنامج المتميز مدير مكتب وزارة الصحة بساحل حضر موت الدكتور رياضي الجريري قال إن مؤسسة صلة كانت السباقة وما زالت الأولى في رعاية البرنامج والمخيمات الطبية المميزة بالمحافظة وكذا هي التطوير بوغشان التي تعمل من أجل تقديم خدمات طبية أفضل للمرضى من جانبه أكد المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي حسن باشا ماخ اهتمام المؤسسة في دعم البرامج الصحية المستدامة ورعايتها لعجل تقديم خدمات طبية حسنة للمستفيدين في مديرية دوعا وحضر موت خاصة واليمن عامة مدير مستشفى دوعا الدكتور مبارك أحمد بن محمود أكد أن البرنامج يستهدف 300 حالات معاينة و200 عملية جراحية مناصفة بين عمليات الجراحة العامة وعمليات التجميل نظرا للإقبال الكبير من المرضى من مختلف محافظات البلاد وطاف الحاضرون بأغسام المستشفى للإطمنان على المرضى المستفيدين وتفقد العيادات الطبية وقرف العمليات وتركيد المرضى مبدئن إعجابهم بما شاهدوه من خدمات طبية وصحية تسهم بالرقيب العمل الصحي بالمحافظة اختتم بمركز استدامة لتنمية القدرات بمؤسسة العول للتنمية برنامج دبلوم الممارس التنموي الدورة الأولى وبرنامج إعداد اختصاصي المتابعة والتقييم والذي يستهدف 47 منظمة من منظمات القطاع الثالث بساحل ووادي حضرموت وخضع المشاركون في البرنامج الذي استمر لمدة أسبوع واستهدف المديرين التنفيذيين لمنظمات القطاع الثالث في حضرموت وبرنامج أخصائي المتابعة والتقييم خضع المشاركون لمحاضرات بهدف تقييم المشاريع في المنظمات الخاصة والحكومية والارتقاء بمستوى مشاريعه التنموية لتحقيق مبدأ الاستدامة في جميع منظمات المجتمع المدني وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة العول للتنمية عبد الله بن عثمان على أهمية الشركة المستدامة من أجل الانطلاق بمؤسساتنا من خلال هذه البرامج التي يقدمها برنامج استدامة والذي يهدف إلى تطوير وتأهيل منظمات القطاع الثالث وإلى مديرية الشحر حيث شهدت المدينة مراسمة ومماهج الزواج الجماعي الخيري والسنوي في سنته الحادية والعشرين استمرارا لقافلة العطاء والخير وأقيم عقد القران لعدد مئة وعشرين عريسا وعروسا بجامع الرحمة بحضور رسمي وشعبي واسع وألقيت في مراسم الزواج الجماعي كلمات أشادت بهذا العرس الذي أصبح معلما من معالم المدينة شاكرين الدور الريادين لرجال الخير والتجار في دعم واستمرار قافلة هذا المشروع وعبرت الكلمات عن السعادة بهذه الاحتفالية وهذا الزواج السنوي الذي يساهم في عفاف الشباب وتأسيس الحياة الزوجية المستقرة لهم والحد من ضخرة العنوسة وتغشيد نفقات الزواج وقدمت في الحفل وصلاة إنشادية بمشاركة نخبة من منشدي مديرية الشحر وسط التزام الجميع بعدم إطلاق الرصاص حضر المراسيم مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين سعيد بارزيق ونائب المدير مصبح البحسني وعدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية أدام الله السرور وفي ختم الأخبار إليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها محافظ حضر موت يصدر أربعة قرارات ويوجه بتشكيل لجنة لتقييم ومراجعة الوضع القانوني والفني لبعض المشاريع الاستثمارية اللواء البحسني يلتقي وكلاء الوادي والصحراء التوقيع على اتفاقية لإعادة تاهيل عقبة عبدالله غريب واختيار مسار آخر للطريق اجتماع بالمكلة يناقش المعالجات لتوفير السيولة النقدية مدينة الشحر تزف مئة وعشرين عريسا وعروسا ضمن مباهج الزواج الجماعي الخيري وبالتذكير بعنوين الأخبار نكون مشاهدين قد وصلنا وإياكم إلى ختام أخبار حضر موت لهذا اليوم مزيد من التفاصيل تابعونا على اليوتيوب وعلى منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام جمعتكم مباركة وفي أمان الله اشتركوا في القناة